لليوم التالي على التوالي تسير البحرية الأمريكية مدميرة الصواريخ الموجهة يو اس اس ميليس حول جزر بارسال المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي خطوة رفعت من حدة التوتر الأمريكي الصيني ما دفع باكين إلى تهديد واشنطن بعواقبة وخمة قائلة إنها انتهاك لسيادتها وأمنها وطالبت الولايات المتحدة بالكف فورا عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية وإلا فإنها ستتحمل التداعية الخطيرة لهذه الحوادث غير المتوقعة تحذير صيني يأتي وسط احتقان كبير بين الدولتين على الممر المائي الاستراتيجي في بحر الصين الجنوبي والذي تصر باكين على أنه من حقها فيما تطالب به أيضا تايوان وفيتنام الخطوة الأمريكية هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة مع تسير المدمر الأولى قالت الصين إن قواتها البحرية والجوية أجبرت السفنة الأمريكية على الابتعاد وهو سيناريو تؤكد الصين أنها اضطرت إلى تكراره تزامنا ومحاولة تسير الثانية إلا أن الجيش الأمريكي ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا الرد الأمريكي أتى عالي الصقف وغير آبه بالتحذير الصيني واشنطن قالت إن ما حدث ليس سوى جزء من عملية حرية الملاحة وحقوقها مؤكدة أن المدمرة تمتلك حقوقا ملاحية في بحر الصين الجنوبي وذهبت البحرية الأمريكية أبعد من ذلك متهمة الصين بتشكيل تهديد خطير للحرية في البحار بما في ذلك حريات الملاحة والتحليق والتجارة الحرة والتجارة غير المقيدة وحرية الفرص الاقتصادية للدول المطلطة على بحر الصين الجنوبي شكرا